السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما أفضل في رمضان كثرة الختمات أم قراءة الكرآن بتدبر تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم اختلف السلف في ذلك على قولين كما نقل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة القول الأول وهو أنه ذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم بأن الترتيل والتدبر مع قلة الكراءة أفضل من سرعة الكراءة مع كثرتها يعني قالوا أن الكراءة بتأني وتدبر أفضل من أن احنا نقرأ عدد كبير من الصور أو من الآيات أو من الأجزاء بلا تدبر واضح كده قالوا لأن المقصود من القراءة هو الفهم والتدبر والعمل بالقرآن ولأن فهم القرآن وتدبر القرآن هو الذي يثمر الإيمان وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنا بقول لحضراتكم كانت أم عائشة رضي الله عنها وأرضها كانت تقول للصحابة إذا أراد أحدكم أن يعد حروف القرآن خلف النبي لاستطاع أن يعدها لأن النبي كان يقرأ كراءة متأنية صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة طوال الليل بآية واحدة يرددها حتى الصباح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يبال مذهب الأولاني مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيروما من الصحابة إلى أن الترتيل والتدبر من القرآن أو أفضل يعني أفضل من إيه من سرعة الكراءة في القرآن يبال الكراءة بتدبر وترتيل أفضل من إيه من كثرة الكراءة بلا تدبر ولا ترتيل الرأي الثاني قال أصحاب الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قالوا أن كثرة القراءة أفضل من القراءة بتأني وتدبر واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قالوا كمان قالوا لأن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قرأ الكرآن كله في ركعة الوتر والحقيقة أن هذا الأثر وإن كان حسنه بعض أهل العلم إلا أن أيضا بعض أهل العلم ضعفوا هذا الأثر وهذا للأمانة العلمية طب إيه الصواب بقى بدا كله يا شيخ محمود اهو اتعرض الرأي نهو في رأي بيقول لا الكراءة بتأني وتدبر أفضل والرأي التاني بيقول لا الكراءة بكثرة أفضل عشان نعد عدد كبير من الحسنات إيه الصواب في هذه المسألة الصواب أن يقال إن ثواب الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا وثواب كثرة الكراءة أكثر عددا فالأول اللي هو بيقرأ بتأني وتدبر وخشوع وترتيل فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة والتاني اللي هو بيقرأ بسرعة عشان يحصر حسنات كمن تصدق بعدد كثير من الضراهم أو أعتق عبدا قيمته بسيطة ومن جانب آخر فإن الكراءة الهادئة المرتلة بفهم وتأثر تزيد الإيمان في قلب العبد خذوا بالك بقى وتولد بداخل العبد طاقة وقوة دافعة للقيام بأعمال صالحة أخرى فيترتب على القيام بالأعمال الصالحة الأخرى إن إحنا نفوز بالكثير من الأجل والثواب وهذا لا يحدث مع الكراءة السريعة لأنها لا يكون لها تأثير في القلب فقراءة آية واحدة بتفكر وتأني وتدبر أفضل من ختمة كاملة بغير تدبر ولا تفهم بل إن الكراءة بتدبر وتفهم وترتيل أنفع للقلب وأدعى لتذوق حلاوة الإيمان ده ممكن يكون رأي أو رأي بعض أهل العلم لكن هناك رأي آخر يقول إن رمضان موسم للخير ونحتاج أن نتحصل فيه على أكبر قدر من الحسنات فالأولى أن نكثر من الختمات فهذا رأي معتبر ويعني نحترم هذا الرأي ونحترم هذا الرأي أنا رأيي إن إحنا الأفضل نحن نقرأ بتدبر وتأني أفضل ألف مرة وغيري يرى أن كثرة الختمات أفضل فمن أراد أن يعمل بهذا الرأي فليعمل به جزاوه الله خيرا ومن أراد أن يعمل بالرأي الآخر فجزاوه الله خيرا لا نحكر على رأي أحد أبدا وفي النهاية الذي هو أنفع لقلبك افعله إن أردت أن تزيد من عدد الختمات فأكثر من الكراءة وإن أردت أن تتأثر ويتأثر قلبك وتتزوق حلاوة الإيمان وحلاوة الترتيل وتتدبر معاني الكرآن فهذا عندي هو الأولى والأفضل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلني الله وإياكم من أهل الكرآن الذين هم أهل الله وخاصته وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته